اشتركوا في القناة برج القوس حابب انوه انو انا بقسم الحلقة لثلاث اقسام القسم الاول هي حركة الكواكب والقسم الثاني بتكون اللي هي توقعات الشمس يعني الشمس وتأثيرها الغالب عليك طول الشهر هاد ليش اللي تعطيك ايجابية وسلبية والجزء الثالث اللي هي الخارطة الفلكية واللي اشمل والاوسع بنحكي عن كل التوقعات وعن البيوت وعن الايام الاكثر حظ والاقل حظ الايجابيات والسلبيات بالنسبة لها حركة الكواكب خلال هذا الشهر الشمس في الحوت من 19.2 حتى 20.3 وبعدين في ساعة الصباح تنتقل الشمس للحمل اما بالنسبة لها عطارد بيتراجع في الحوت لغاية يوم 4.3 بعدين بيرجع للدلو وبيستمر في عملية التراجع لغاية صباح يوم 10.3 وبعدين بيرجع للحركة الامامية في برج الدلو لينتقل الى الحوت مرة ثانية يوم 16.3 ورح يضل في حتى نهاية الشهر اما بالنسبة للزهرة فهي موجودة في برج الحمل لغاية يوم 5.3 وبعدين رح تنتقل للثور اما بالنسبة للمريخ موجود في برج الجدي لغاية 33 وبعدين رح ينتقل للدلو اما المشتري موجود بالجدي زحل موجود في الجدي لغاية صباح يوم 22.3 وبعدين بينتقل للدلو اورانوس في الثور نيبتون في الحوت وبلوتو في الجدي بالنسبة لتأثيرات الشمس خلال هذا الشهر بيتركز كل الامور بتتركز على العقارات والسكن والعلاقات العائلية يعني على بيت البيت تحديدا رح تكون التقلبات والاهتمامات على الامور العائلية او الشخصية او الصحية وممكن تكون منها ايجابية او سلبية من موليد برج القوس يابكون في عندهم ارتباط او تغيير مكان السكن او شراء عقار او سفر او تعب صحي ولازم ينتبهوا من عصبيتهم وردات فعلهم وخاصة مع الاحباء لانه العلاقات المتأرجحة عرضة للانفصال ومن المشاكل الصحية المفاجئة بتتعلق فيك او باحد افراد العائلة وبتحذر برضو الشمس من المشدات الكلامية الجارحة والاخطاء والهفوات وممكن تجد صعوبة في الحوار وتبادل الاراء وخاصة الشخصية والعائلية اما بعد عشرين الشهر فبيعمل تواجد الشمس في الحمل ارتفاع بالمعنويات وبترجع الحضوض وبتخف المشاكل وبحل محلها الحب والحياة الاجتماعية والمهنية هيك توقعات الشمس خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي بالنسبة لها بيتك الاول انا شايف انه الشهر هذا شخصيتك قوية عندك ملكة حلوة شاحن نفسك بطاقة ايجابية عندك ثقة بالنفس حابب تتحرك حابب تعمل تغييرات لنفسك في عندك ثقة عالية بنفسك الا بعد ايام يعني في ايام معينة لازم نحذر منها انه هاي بتكون الطاقة نزلت لا اقل من المستوى المطلوب وبتكون منتحسة فعشان هيك يوم 11 ويوم 15 و16 و17 ويوم 29 و30 بدك تكون حذر في هاي الفترة بتفقد الطاقة وبتحس انك مكتئب او مش حابب تعمل اي شي حاول انك تحذر من هاي الايام وتشحن نفسك بالطاقة على اساس ما تتأثر نفسيتك اما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فانا شايف انه يعني اول 12 يوم انت تنضغط بالمصاريف بيكون عندك فوترة عندك الالتزامات عندك امور بتكون حابب انك انت ترتبها فيه ممكن يكون فيه مطالبات مالية عليك او بعض الديون بتتراكم يعني حاول انك تتوازن وما تفقد السيطرة على نفسك وتعرف ترتب امورك بعد من يوم 13 الشهر ليوم 23 الشهر هاي ايام ايجابية ممكن يجيك فيها مال من عمل اضافي او هدية او هبة او مساعدات مالية اما يوم 24 25 ويوم 27 28 نفس الشيء هاي ايام فيها نوع من انواع الضغط فانت اعرف الايام الايجابية عشان انت تعرف كيف تتصرف اما الايام السلبية فبدك تحذر اكثر اشيء من المصاريف اللي هداعي وخفف من النفقات اما بالنسبة لبيتك الثالث بيت الاتصالات والمواصلات فبشوف ان الشهر هذا فيه كثير من الحركة عندك وكثير من الاتصالات عندك سرعة بديهة عالية جدا ونشاط ذهني عالي جدا فعشان هيك هذا البيت بساعد اذا كان فيه عندك امتحان على المستوى الابتدائي او المستوى الاساسي اللي هو ما قبل الثانوي العامي فاعرف انه انت رح تنجح ورح تكون مبدع فيه واذا كان عندك مقابلة رح تكون هاي المقابلة يعني بقمة حيويتك فيها واذا رح تكون مقنع اذا دخلت في مناقشة او في جدال فعندك قدرة الاقناع جاهزة فيه كثير من الرحلات او النزهات او الخروجات او التنقلات رح تكون خلال هذا الشهر وفيه منها اشياء رح تكون فيها منافع وفيه منكو ممكن يشتري سيارة او يشتري جهاز خلياوي او جهاز كمبيوتر او لابتوب يعني اي شيء له علاقة بالمواصلات والاتصالات يعني ممكن يستبدل سيارته ممكن يعمل لها صيانة جديدة او صيانة كبيرة لسيارته يعني فيه امور كثيرة لها علاقة بالاتصالات والمواصلات رح تكون ايجابية على مستوى البيت فممكن ان تكون عندك نوع من انواع التواصل مع اخ او مع جار لحل مشكلة معينة او لتسوية امر معين اما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فانا شايف انه معظم الشهر فيه نوع من انواع الضغط داخل المنزل يعني بيدل على مشاكل بيدل على حدية بيدل على اعطال بيدل على عدم التفاهم مع الابناء يعني فيه نوع من انواع التوتر الداخلي داخل البيت فيه منكو رح يهتم بصحة اب او احد المقربين لا الو رح يكون هذا الضغط مستمر لغاية يوم اربع وعشرين الشهر وبعدين بتنفرج الامور كأنه ما فيه اي شيء فعشان هيك اللي فيه نظام البيت يعني حاولوا انه ما تدخلوا بنقشات حادي ممكن توصل للقطيعة ما بين الازواج او ما بين الابناء واهليهم حاولوا تمسكوا اعصابكو بالفترة اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فاكثر صعوبة رح تواجهوها بينكو بين احبابكو هي اول ثلاثة ايام من الشهر ويوم تسعة ويوم تسعة وعشرين وثلاثين وواحد وثلاثين اما باقي الشهر فهو تقريبا هادي يعني بتقدروا تتوافقوا انتوا وياهم بتقدروا تتفاهموا انتوا وياهم بتقدروا تعملوا نوع من انواع المصالحات ولكن لو كانت الامور بخلافات كبيرة فاعرف انه هذا الصعب الشهر ما رح يكون بالقوة الكاملة رغم انه الشمس موجودة بتدعمك الا انه رح يكون في نوع من الصعوبة الا اذا انت استغلت اللي هو الايام اللي بتيجي يوم اربعة ويوم خمسة يوم تلتتاش اربعة خمسة ستتاش ويوم اثنين وعشرين ويوم سبعة وعشرين ويوم تمانية وعشرين هذه الايام اكثر الحضوذ فيها ممكن انك انت تعمل مصالحة فيها واذا صار فيه مجال لخروجه او نزهة او ترفيه خلال هذا الشهر فحاول انك ما تندفع وتتهور وتكون هاي النزوات فيها مغامرات ممكن انت تشوه سمعتك فيها اما بالنسبة لبيتك السادس فهذا الشهر عندك قدرة عالية جدا على انجاز كثير من الاعمال الموكلة للك في منكو رح يهتم في صحته ممكن يعمل عملية تجميل او ممكن يعمل عملية تكون لشيء بسيط ولكن اجمالا هذا الشهر صحيا رح يكون جيد وايضا على مستوى العمل رح يكون جيد جدا وفي منكو ممكن انه في خلال هذا الشهر يستغل لتقديم لوظيفه او لعمل جديد رح يكون مناسب جدا ولكن بدكو تحذروا من يوم ثمانية ويوم عشر الشهر فقط لا غير اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو رح يكون قوي جدا خلال هذا الشهر في نوع من انواع الدعم رح يكون بالنسبة للكم بيساعدكم بشكل كبير جدا في نوع من انواع المساعدات اللي رح تصير بينكو بين شركائكو بالمال او بالعاطفة وممكن حتى انه ينوضع حلول او ينعرض عليك مشاريع او بعض توقيع العقود او توقيع عقود او حل بعض المشاكل اللي كانت بالاشهر الماضية رح تتوصل لحلول كثير خلال هذا الشهر اما بالنسبة لبيتك الثامن بيت المواريث فانا شايف انه كثير فيه ضغط عليك هذا الشهر من الناحية المصاريف ومن ناحية المتطلبات المالية فعشان هيك هذا اكثر اشي رح يارقك خلال هذا الشهر اما بالنسبة للايام اللي ممكن انت يجيك فيها نوع من انواع الدعم او تستغلها لطلب ديونك او ممكن تنفرج عليك اذا اليك ديون محجوز عليها او انت حاب انك تقدم على طلب لنوع من انواع الدعم البنكي زي القروض افضل الايام يوم 13 و14 و15 واخر تقريبا من يوم 25 الشهر حتى نهاية الشهر اما بالنسبة لبيتك التاسع بيت السفر البعيد وبيت الهجرة بيت الامتحانات الجامعية فانا بحكي لك انه اول سبع ايام من الشهر هي ايجابية جدا وقوية جدا للي حابب يسافر او يجدد قامته او يعمل فيزا فهذه ايام ممتازة جدا ممكن تستغلها لهاي الامور اما بالنسبة للايام الصعبة اللي هي زي يوم 14 و15 و16 و17 هاي من اصعب الايام فاللي عنده امتحان جامعي بده يركز مظبوط وما يعتمد على الحظوظ بدكو تبعدوا عن الخلافات داخل الجامعات او معلمينكو او زملائكو بالدراسة حاولوا انه انتو ما تدخلوش في خضم سفر بعيد في هاي الفترة لانه ممكن يتعركز السفر او تتأجل الطيارة او يلتغي السفر ككل اما باقي الشهر فهو تقريبا ايجابي على كل اللي احنا ذكرناه اللي عنده امتحان او عنده سفر او حتى عنده قضية قضائية راح تكون لصالحه خلال هذا الشهر دون هذه الايام اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة وبيت الاماني فانا بقولك دير بالك انه عندك اول 12 يوم هذه صعبة جدا فدير بالك انك تعمل اي شيء يسوي سمعتك او يسيء لسمعتك دير بالك من المخالفات القانونية او المشاحنات مع رجال القانون او انك الدخول باي شيء مشبوه اما بالنسبة لباقي الشهر الا مثلا حكينا اول 12 يوم وعننا يوم 27 و28 و29 اما باقي الايام فهي ايام ايجابية فحاولوا انه تستغلوها في تلميع صورتك وفي الاشياء اللي ممكن انها تثبت جدارتكم ممكن في هذه الايام انه تقدموا للعمل في شركات كبيرة ولكن في الايام الصعبة ديروا بالك من الاهمال باعمالك او الدخول بنزاعات او مشاكل مع زملائك في العمل او رؤسائك في العمل حاولوا تستغلوا افضل الايام للاشياء الايجابية فممكن في هاي الايام تحصل على منصب او رفعة او مكان جديد انت ما كنت تتخيلها او تحلم فيها اما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات الاجتماعية فانا بقولك انه يعني اصعب الايام فيه هي رح تكون يوم 7 ويوم 10 يوم 12 ويوم 24 و25 و26 اما باقي الايام فهي ايجابية فممكن من خلالها يجيك دعوات او عزومة معينة او حضور مناسبات معينة يكون فيه من خلالها لقاءات او بداية علاقات جديدة مع اصدقاء جدد او انك تدعم علاقتك باصدقائك او تلتقي صديق اليك زمان ما لتقيت فيه فبتكون بخلال هذه الفترة اشياء ايجابية ممكن تستغلها من خلال اصدقائك او معارفك لحل مشكلة معينة او قضية معينة او شيء انت ما كنت تتخيل انه ينحل فينحل بمساعدة احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم اما بالنسبة لاخر بيت اللي هو بيتك 12 بيت متاعبك فانا بقول لك بدك تحذر اغلب الشهر الا مثلا عندك يوم 13 و14 و15 اما باقي الشهر فهو ضاغط على بيت المتاعب فعشان هيك الشهر هذا بقول لك اوعى تتأخر عن عملك او تتغيب عن عملك حاول تنجز كل اعمالك بوقتها ما تخلي الاعمال عندك تتراكم حاول انك تنتبه لصحتك بشكل جيد حاول انك تراعي ظروفك الصحية وما تدخل في اشياء تجهدك حاول ما تروح على اماكن تكون مشبوهة او اول مرة رجلك ابتطائها بدك تكون حذر من الاعداء اللي موجودين حواليك او من الناس اللي انت ممكن انه ما تتخيل انهم يكونوا اعداء ولكن هذا بيت المتاعب بظهر لك اعداء بشكل مفاجئ جدا وممكن حتى تنصدم من الاعداء اللي رح يكونوا ظاهرين بالفترة حاول انك انت تكون حذر جدا تاخذ فترات راحة من وقت لاخر والامور اللي انا حكيت لك اياه واسأل الله انه ما يصير غير كل خير وربنا يحميك ويحط كيدهم في نحرهم اللي بكيدوا لك وهي توقعات والله اعلم في النهاية يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان اشهد ان اشهد انها اشهد ان تمر